اعلن معالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة رئيس لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة عن اختيار السيد بنكيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة للفوز بنسخة الجائزة لعام 2018 وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي بدلها خلال تولي هذا المنصب الدولي الرفيع في خدمة الإنسانية وتعزيز جهود نشر السلام والأمن وتحقيق أهدف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال أعمال منتدى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل الناجح الذي نظمته مملكة البحرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أعلن معالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة رئيس اللجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة اختيار السيد بانكيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة للفوز بنسخة الجائزة لعام 2018 تقديرا للجهود الكبيرة التي بدلها خلال منصبه في خدمة الإنسانية وتعزيز جهود نشر السلام والأمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إنه لا يشرفني أن أقدم هذه الجائزة هنا للأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كيمون جاء الإعلان عن الجائزة خلال أعمال منتذى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل الناجح الذي نظمته مملكة البحرين على هامش جتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعبر معالي الشيخ حسام عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مبادرات سموه التي تدعم الجهود نحو تنمية المجتمعات وتحقيق الأمن والسلام والتعايش بين الشعوب وقال لقد تشرفت بخدمة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان وتعلمت منه الكثير فهو شخصية قيادية حكيمة وقدوتنا في الحياة ننهل من فايد خبرته وعطائه واعتبر نفسي محظوظا جدا بأنني كنت في خدمة الوطن وأنا بالقرب من سموه حفظه الله وأوضح معالي الشيخ حسام أن اللجنة الجائزة اتخذت قرارها باختيار السيد بن كيمون نظير إنجازاته العديدة سواء أثناء توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة أو المناصب التي تقلدها في بلاده جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة منوها معاليه إلى الأهمية المتزايدة التي أصبحت الجائزة تكتسبها باعتبارها إحدى المباطرات الدولية الهمة والتي تجسد مدى حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم ورعاية كل جهد يصب في خدمة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لذلك من أثر في الارتقاء بالأوضاع المعيشية للبشر في مختلف أنحاء العالم وقد عرض فيديو عن بن كيمون خلال مسيرته العملية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة أو ما قبلها من مناصب تخدم التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر